اهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من يتفكرون ربما الدين هو اقدم محاولات الانسان للاجابة عن سؤال الوجود وبحسب فراس السواح لا يخضع الدين لقانون التطور الذي رأى انه لا ينطبق على حياة الانسان الروحية والعاطفية وبناء على ذلك لا وجود لأديان بدائية واخرى متطورة او قديمة وحديثة فالتجربة الدينية واحدة بحسب فراس السواح وابرز تعبير عن جدتها هي الصوفية ركز فراس السواح على فردانية التجربة الدينية مؤكدا ان الدين الجماعي او الذي تتبناه الشعوب والجماعات ظاهرة جديدة في تاريخ الاديان والحضارات عبرت عن نفسها بالمعتقد وظهور المعتقد نقطة فاصلة في تاريخ الاديان حين خرجت التجربة الدينية من حيز الانفعال العاطفي الى التأمل الزهني وارتباطا بما سبق خرج السواح باستنتاج جريء وهو ان الوحي ظل متصلا دون انقطاع منذ فجر التاريخ والبشر جميعا عرفوا الله عبر تاريخهم الديني كل ثقافة بما يتناسب ووضعها في سياق الارتقاء الثقافي هل الدين فعلا واحد؟ هل هو تجربة فردية في المقام الاول؟ ولماذا وجود الشيطان اساسي ولا غنى عنه في الاديان؟ هذه الاسئلة وغيرها اطرحها على ضيفية الدكتورة سارة الجويني حفيز من تونس الاستاذة بجامعة الزيتونة اهلا بحضرتك شكرا بحضرتك ودكتور جورج الفار من الاردن استاذ الفلسفة بالجامعة الاردنية اهلا بحضرتك هنشوف تقرير عن فراس السواح ثم نعود يقول فراس السواح ان الانسان يولد ومعه دافع طبيعي للتساؤل هذا الدافع اخذه منذ البدايات في رحلة ازلية بحثا عن اجوبة لتساؤلاته وكان الدين احدى المحاولات الاكثر نطجا للاجابة عن اسئلة الوجود فالاديان بحسب عالم الانثروبولوجيا ماكس مولر هي سعي الانسان لتصور ما لا يمكن تصوره وقول ما لا يمكن التعبير عنه بينما عرفها فراس السواح بانها التعبير الجمعي عن الخبرة الفردية الدينية وهو تعريف ينسجم مع تعريف السواح للانسان بانه كائن متدين هناك من خالف فراس السواح في فردية بداية التجربة الدينية حيث يرى هؤلاء المختلفين ان التجربة الدينية هي نتاج تشكل المجتمعات البشرية الاولى وليست سابقة لها بينما لجأ السواح الى الاركيولوجيا او علم الاثار لتدعيم وجهة نظره حيث استدل باكتشاف حفريات تدل على ممارسات دينية لدى البشر الاوائل وحتى انسان نياندرتال السابق لوجود الانسان الحديث اما المعتقد فيرى السواح انه نتاج انتقال التعبير عن التجربة الدينية من الانفعال العاطفي الى التأمل الذهني فالدين يبدأ فرديا ويتحول الى معتقد حسب السواح عندما تتشارك جماعة من البشر التجربة الدينية الفردية ذاتها فالمعتقد يعطي للخبرة الدينية شكلها العقلاني ويضبط ويقنن احوالها عدنا ويتفكرون وفي رأس السواح ومع ضيفية دكتورة سارة الجوين حفيز من تونس ودكتور جورج الفار من الاردن ابدأ بالدكتورة سارة المقدمة كان فيها كلمات من الممكن ان المشاهد تحدث صدمات للمشاهد وهي اولها ان الدين تجربة فردية كما قال في رأس السواح ودائما نحن نحن الى ان يكون الدين جماعي الدين امة الدين مؤسسة هل الدين فعلا تجربة فردية دكتورة سارة؟ ولا شك ان الدين ينطلق من هذه التجربة فنحن لا نجد ثقافة او شعب قط بدون معابد كما يقول مؤرخون قد لا تجدوا بمعنى حمامات او لا تجدوا مساكن ولكن المعبد هو اول ما يطالعك في اي حفرية وبالتالي فوجود الدين هو لصيق بالتجربة الانسانية سواء كانت فردية او انتقلت الى الجماع فالفرد كان يبحث دائما عن قدسه مع ذاته ومع المجموعة التي ينتمي اليها كل حضرات العلم كانت تبحث عن القدس كيفما تمثل ذلك القدس وتقرأ في الارض وفي الشعيرة وفي النقيشة وفي كل هذه المفردات التي تنتقل من مكان الى اخر وحيانا تتكلم بلون الارض التي تدخلها وبمفردات اللغة الشعب التي تنتمي اليها وبالتالي فالبحث عن القدس كانت تجربة المغامرة انتروبولوجية التي يمكن ان نصحبها على كيف التجارب البشر من بدايته الى يوم الناس هذا واليوم احنا حتى في الانتروبولوجيا الدينية نقول حتى الالحاة حتى الانكار هو الشكل من اشكال تدين لانه يسأل عن تلك المفردات الثلاث من اين اتيتوا اين اذهبوا ما هو مصيري في الحياة تلك الاسئلة الوجودية التي صاحبت الفلسفة كما صاحبت الفكر الاسلامي الكلامي كما صاحبت الانسان من بدايته في كل تطوراته التي عاشها لذلك فمفردة الدين يمكن ان تتمثل في تلك العلاقة العمودية بين الانسان والله عندما يبحثوا عن الذات والصفات والافعال وعن المصير ويمكنوا كذلك ان تتحلق اكثر وتأخذ الشكل الجمعي عندما تتطور وتصبح فيها تقوس وشعائر لا يطبيقها الفرد بنفسه ولكن يطبيقها معاشر ولكن هذا يدل على ان الشعائر جميعا وان الفكر الديني يتلبس بكل المجتمعات ويتلبس بالارض واكثر شيء ممكن انه يعيش ويعمر هو الشعيرة التي عندها القوة وقدرة على البقاء في بيئات دينية واجتماعية وفي تحلق للانسان مختلف من القبيلة الى العشيرة الى الامة الى ما نشهده اليوم من فرداني لانه ربما بدأ الانسان فردا واليوم نحن في سياق الفردانية وفي سياق العبادة العمودية من ده برضو يعني دايما التعريفات يا دكتور جورجي يقولك الانسان كائن او حيوانه مناطق زولوغة في رأس السواح ركز على انه كائن متدين هل توافق على هذه المسألة؟ او هذه المقولة والتوصيف؟ لا لانه العلم لم يتبك ان الانسان كان متدين لناخد طفلا ونضعه في الغابة ومن ثم او مجموعة اطفال لم ينشأوا على دين معين ولم ينشأوا على الدين ولكن الانسان كائن خائف كائن خائف وليس متدين وما انه كائن خائف لنرى بد الانسان الاول بما انه هناك انسان بدايي تطور عبر الزمن امام هذه الطبيعة امام هذا الكون كان امام الحيوانات الاخرى امام الوحوش كان الانسان خائف حقيقة وهذا الخوف دفعه الى بحث عن قوة ايده لم يجد في نفسه تلك القوة فاخترب عنها الى بحث عن قوة في الحيوان مرات كثيرة في الظواهر الطبيعية في الكون ذاته ولكنه انسان متدين اخاف من هذا التعريف جدا ولم يثبت علميا هذا التعريف لحق للاستاذ فراس سواح حق ان يطلق هذا الكلام ولكن هل يستطيع ان يبرهن عليه هو يقول انه تتبع تاريخ الاديان منذ البداية ومن ثم رأى كما قالت الدكتورة انه هناك معبد لا في البدايات لم يكن هناك معبد هناك ادوات حجرية هناك سكين هناك سكين حتى يدافع عن نفسه مع الانسان البداي المعبد ومن ثم القدس او القدسية تطور فيما بعد ومن ثم جاء الانسان بكيان اخر ليساعده هل الخوف هو الذي ولد الفكرة الدينية بالفعل ام هو التأمل الزهني الخالص الصافي لا رأى اختلاف بين المسألتين لان الخوف هو من اي شيء الخوف من النهائي الانسان يبحث على اللانهائي يبحث عن الماء وراء يبحث على ما بعد الموت قضية الاساسية التي تقوم عليها فكرة الدين وحتى الانسان البداي انسان نيادورتال يقول في بعض لا نعلم عن حقيقتها يعني هذه المثال انه دفن موته ومسألة الدفن في ذاتها هي دليل على انه يفكر في الاخرى ويفكر في حياة اخرى بعد الموت فالزمن هو الذي يطرح هذه الاسئلة ولدته سنة كذا وتوفي سنة كذا ما قبل ذلك وما بعده كان دائما السؤال اللصيق للانسان يبحثه على الكمال هو خائف وهو يشعر اذا انه غير قادر على التماسك بحياته الفيزيائية فقط وانه يحتاج كذلك الى فكرة الكمال او اللا متناه وفكرة الكمال هي دي حتى بالعلم بعض الرياضيين اثبتوا جوز كلام فيني بمعنى النقطة جوز كلام فيني حاجة ممكنة ممكن نتصورها علميا والبرهن عليها حتى علميا يعني يمكن وجهتين نظر متعرضين في المسألة دي لكن احنا منتفق على ان مسألة النهاية السؤال الوجودي ممكن نعدي مسألة الخوف ونقول ان السؤال الوجودي المؤرق زي ما قلت تلات اسئلة دول هما من الممكن انه يكونوا هما سبب الدين هل دي حضرك تعقيب المسألة دي لا انا اخالف مرة تانية الدكتورة الزميلة انا لا ارى ذلك انا ارى الانسان البداي لم يكن يهتم بالما وراء لماذا؟ لانه هو عاش في الطبيعة والطبيعة متجددة ومن ثم في الاول لم يكن يدفن موتى اذا مات احدهم في الصيد في الرحلة الصيد كان يترك موت الجثة ويسير ويكمل حياته انا ارى المرحلة الدفن الموتى اتت مع المرحلة الزراعية والمرحلة الزراعية لماذا؟ لان المرحلة الزراعية في حياة الانسان اولا تعلم شق التربي تعلم شق التراب اثنين عندما استقر خافة ان هذه الجثة التي وضعت قريبة منه ومات قريبة منه ان يعطي للحيوانات لينهشوها ومن ثم ان تخرج رايحة كريهة جدا جدا وتجتذب الحيوانات فدفنها الى ان جاء شخص اخر ومن ثم هنا بدأ دور رجال الدي عندما رأاه يبكي بحرق على ميته وعده بحياة اخرى وعد انه هناك الخلود وهنا بدأت هاي الحكاية الوعد بالخلود ومن ثم الفكر الخلود النفس ومن ثم الانسان هي فكرة متأخرة جدا وبجزء ظهرت يعني ممكن نعود لها شوي للفراعينة او ما قبل الفراعينة بس الانسان الاول كان انسانا طبيعيا وكان يرى ان الطبيعة تتقلب تموت وتحيات تعيش ومن ثم تموت وهي الدورة كان يقبلها على نفسه من اقنعه بالخلود هو اشخاص اخرين ارادوا تعزيته عن الموت ارادوا تعزيته عن الموت قالوا له كأنهم يضمنون او يبشرون بحياة ما بعد الطبيعة ما بعد الموت ومن ثم هل الانسان سأل الاسئلة الوجودية لا في البداية لم يسألها كان يهتم بطعامه ببقاعه سألها في مرحلة حضارية متأخرة عندما توفر له الغداء عندما توفر له سكن عندما توفرت حاجاته الاولية دكتور الجرجة بيحددها بالزراعي المرحلة الزراعية الضبط عندما وفرت له حاجاته بدأت ذاك التأمل الماورائي أما قبل ذلك كان مشغولا بسراء البقاء ولم يكن مشغولا أبدا بموضوع عن الخلود وإذا هناك جنة أو نار أو فردوس أو غير ذلك لم يكن مشغولا كائن متدين من الممكن أننا أسأل سؤال تاني أنقض المسألة دي طب إزاي الإلحاد ولا تدين ظهر وفرس السواح يعرف الإنسان بأنه كائن متدين إزاي هنحل التناقض دا؟ أين لا أختلف كثيرا مع الأستاذ فرس السواح في اعتباره أنه الإنسان كائن متدين كيف ما كان هذا الشكل من التدين؟ يعني يجب أنه بحث عن هذا وترك في الأرض ما يدل على ذلك بالنسبة للإنسان الأول يعني كيف أنه فكر في الموت مجرد التفكير في الموت وعنصر أساسي من عناصر فلسفة الدين ثنائية الخير والشر هي عنصر أساسي كذلك لأنه خايف أي لأنه خايف وخوف طبعا لابد أن يتشكل من خلال أجوبة أجوبة يصنعها هو أو يصنعها له غيره المهم أن يجد الإجابة على ذلك الوجود المتأزم أو الوجود القلق أنا أقول مش خايفة الوجود القلق حول ذاته وحول إليه وحول مقدساته وحول ما يمكن وهو كان حتى يعبد كما قال الأستاذ مظاهر الطبيعة لأنه لا يفهمها عبد الشمس وعبد القمر وعبد البقر وعبد النار وعبد كل ما بدأ له يعني الغمود الغمود نفسه أي في شكل من أشكاله ولكن هذا لا يؤرخه لظهور الديانات الأولى الكبرى بمعنى وش حتى الديانات يعني مجرد التفكير في الدين عندما نعود حتى الأساطير القديمة والملاحم الكبيرة لتعود إلى مئات السنين قبل الميلاد كانت تتمثل هذه الأشياء كذلك يعني المسألة دي فعلا مسألة يطول الشرح فيها مسألة الخوف هو البداية التأمل هو البداية الاحتياج للدين اختراع رجل الدين هل رجل الدين مخترع أم مع الإنسان منذ البداية أسئلة مهمة أثارها في رأس السواح وغيره من المفكرين ولكن كان لفراس السواح السبق في تفجير مثل هذه القضايا وقد قسم الدين إلى ثلاثة مستويات آخرها مستوى الدين الذي يسميه الدين المؤسساتي عندما تحول الدين إلى مؤسسة هذا هو السؤال الذي سنتراحه بعد الفصل عدنا ويتفكرون وفراس السواح الذي هو دائما مثار خلاف وظهر في هذه الحلقة أنه فعل المثار خلاف وهذا هو الثراء الذي يقدمه مفكر كبير مثل فراس السواح ومع ضيفية دكتورة سارة الجويني حفيز من تونس ودكتور جورج الفار من الأردن وكانت دكتورة سارة قد طرحت مسألة الكائن ومتدينوا أنها معها ويعني هذا الخلاف مفتوح مفتوح للمشاهد لن نحسمه في هذه الحلقة ولكن الدكتورة سارة تحدثت عن مئات السنين أو ألاف السنين قبل الميلاد ظهر هذا الأشكال ومن ثم أثار دينية هذه طفولة البشرية هي مبارح بالنسبة للتاريخ الذي ينتد إلى ملايين السنين معنا بقول ما فعلناه في هذه الحلقة هو أن نترك للمشاهد حسم هذه المسألة والحكم في مثل هذه المسألة لكن تأسيمة فراس السواح مهمة جدا عشان نخرج لقضية تانية هو بيأسم الدين لثلاث مستويات الخبرة الفردية والدين الجمعي والدين المؤسساتي أو الشامل أولا التقسيم ده مقنع لحضرتك مش تماما لحد الآن الإنسان الأول لم يكن فردا كانت جماعة يعني علميا ما بصير الشخصين هم بدأوا البشرية هناك جماعة بشرية هي أكملت صرعة البقاء وأكملت ومن ثم توارثت الجينات وكملت هذا الكلام علمي اثنين أنه هالفرد عنده شعور ديني ما بنقدر نتحقق ولم بنقدر نكذب من ذلك ولكن هناك جماعات يعني المستوى الثاني اللي بيحكي عنه فراج سوح مع احترامي له وتقدير لهذا الجهد الفذ اللي قدمه للحقيقة هو قدم جهد فذ ومن ثم جهد هائل لن تقوم به مؤسسة كامل وفرد وفرد هو للحقيقة قدم للقراء العرب مادة دسمة ومن ثم فكر كان الأول في العالم العربي الذي يثير هذه المسائل وهي على جانب من الأهمية ولن أنكر أهميته كباحث عميق في الميثدولوجيا الدينية ولكن هناك بعض الأمور في بداية حياته الدكتور سادة فراج سوح لم يطلق أحكاما تركها للناس كان موضوعيا وتركها للناس مهمته التنقيب مهمته التنقيب كأنه بدأ يأخذ الخلاصات ويجمعها ويقول رأيه الشخصي أطلق أحكاما طبعا حقه ذلك لن نعيب عليه ولكن فليقبل منه كمان أستاذ فراس وجد نظر أخرى ومن ثم محاولة ارتكاز كمان على العلم كفيصل بيننا وبينهم نبدأ بقى ناخد للواقع بقى دكتور جيرج بدي أعيد الثلاث أسلما كملتم أنه هالفرد إلى جماعة ممكن جدا هاي الجماعة تكونت الجماعة الدينية بمفاهيم طبيعي ومفاهيم أولية عندما صار مؤسستيا هنا صار إديولوجيا لماذا؟ لأنه أخضت هذه المؤسسة الدينية ومن ثم حتى السلطة المدنية أخضت هذه الأفكار أخضت هذه المجموعتين الشعائر حتى وكل الخليط كامل وتبنتها كمؤسسة فصار مؤسساتيا فصار إديولوجيا واقعيا وهنا بصفي تعد عن جذور الأولى اللي هو كان تجربة عفوية ممكن تسميه الدكتورة تجربة صوفية جماعية أو فردية مش هنا القضية ولكن لم يكن قد صيغة في معتقد لم يكن قد صيغة في إديولوجية متكاملة وكان عفويا أكثر الأحيان الدين المؤسساتي أو عندما تحول إلى مؤسسة هل خسمت منه العفوية كما قال دكتور جورج البكارة النقاء الصفاء إلى آخره تحول الدين إلى مؤسسة هل خصم من التدين الفردي؟ لأني أعتقد أن الدين هو مفرد لصيق بالإنسان فهو لصيق بالمجتمع فظاهرة الدينية هي كذلك ظاهرة اجتماعية وهي ظاهرة إنسانية يتطور مع الإنسان ظهور المؤسسة كان لصيق كذلك بظهور المدينة بظهور دين القوم دين القوم والمجموعات هذه التي تتحلق حولها بعد تتحول ربما إلى إديولوجيا ولكن أن يكون الدين فردي بين الإنسان وربه فقط هذا الشكل من أشكال التدين داخل أنظمة أخرى داخل حلقات أخرى نحن عندما نتحدث عن التصوف مثلاً في هذه العليقة العمودية بين التجربة الشخصية التي يخذها الإنسان مع ربه وتخلق لديه نوع من التقبل للآخر المختلف هذه فضيلة لهذه المسألة ولكن ذلك لا يمنع من أنه حتى المتصوف لهم شيوخهم ولهم طرقهم ولهم مجموعاتهم الكبرى التي يتحلقون حولها ولهم طرقهم لذلك فتأول الدين على أنه فردي فقط أو أنه مؤسساتي أو أنه يتحول إلى مؤسسة هذا يتوقف على المسار الإنسانية في تديونها نحن نجد أجوبة كثيرة للمسألة الأولى هل أن الدين عند الله الإسلام كما يرى المسلمون ويقولوا أن الدين عند الله الإسلام بمعنى أنه بدأ الدين موحداً ثم اختلف بعد ذلك وشهد تطورات وتعددت مظاهيره إلى غير ذلك كذلك نجد من يرى أنه الدين كانت فكرة جنينية بدأت مع الإنسان الأول في تمظورات كثيرة وأنه بعد ذلك التصق بالإنسان وأنه كان يتقدم ويتقدم ذلك الإنسان ما فعله هذا التقسيم الذي أقدم عليه الأستاذ معنتها ممكن يكون صحيح طبعاً وممكن يكون قابل للنقاش المهم أن الدين مسألة ملتصقة كثيراً بالجانب الاجتماعي بالجانب المؤسسة الدينية هي كذلك مؤسسة لصيقة بالمؤسسة الاجتماعية والسياسية فنحن حتى في التاريخ الإسلامي مثلاً وأنا أعلم عنه الكثير بمعنى المؤسسة الدينية لصيقة كانت بالمؤسسة كذلك السياسية حتى أننا لا نستطيع في بعض العلوم مثل علم الكلام أن نفرق بين ظهور علم الكلام كان يعود أسبقيته كانت سياسية أم دينية فلا نستطيع إلى حد الآن أن نسبق شيء على شيء فنقول أن تعاقبت هذه المسائل حتى أننا لا نعلم هل أن علم الكلام أصله سياسي نشأ بعد ثقيفة بني ساعدة نشأ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا فهذا ما يجعلنا التبني هذا الديني يعني أنت حدد مش مع المشتر الديني وهو متلبس وهو متلبس لأنه شكل من أشكال التعبير عن الذات وما نشهده اليوم نحن اليوم في عاصر فردنية كما أرى وعاصر مفتوحة على جميع الدينات وهذا يدل على أن حتى الأفق المذهبية خفت اليوم التكتلات الكبرى في العالم ليس التكتلات دينية هي تكتلات اقتصادية الدين فيها هو الذريع ربما لمحاربة بعض المسائل أو الوصول إلى بعض النتائج فالديني هو الذريع كذلك للمؤسساتي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي المؤسسة لم تجري الوصاية عندما تكونت المؤسسة ألا يعطي هذا وصاية أكبر من المجتمع أو من المؤسسة على الفرد وألا تعتبر مثل ما توصل إليه فراس السواح من انتصار للتدين الفردي أن التصوف هو جوهر التدين الحقيقي هذا السؤال يجب أن يطرق الدكتورة لأنه يلمسل ولكن نعود إلى الموضوع هذا التأسيس ومن ثم أنا بظن أن الدين يولد بريئا يعني اللحظة الجنينية الأولى للدين كما يخرج هو بريئ اللحظة الثانية يأتي الذكي أو الخبيث الذكي الخبيث يعرف أن هذه القوة يمكن تحويلها إلى قوة اجتماعية قوة سياسية فيخطفها ويحولها أو مجموعة الأذكية أو مجموعة الخبثاء يحولها إلى قوة يترجمها إلى قوة اجتماعية مؤسساتية ليستطيع أن يمتلك فيها السلطة لنأخذ مثال أبو سفيان في دخوله للإسلام حول هذا الدين الجنيني البريئ مبدئيا إلى قوة سياسية ومن ثم ورّت الحكوم لأبناءه ومن النهل كذلك حدث مع المسيحية المسيحية كما خرجت من يسوع الناصري هي ديانة بريئة لطيفة أخذها الذكية في الموضوع بولوس حولها إلى ديانة كونية ومن ثم أعطاها ذاك الدفع اللهوتي ومن ثم لم يحصل على السلطة بولوس ولكن مع ذلك حولها إلى قوة اشتاحة العالم القديم هنا الذكي الخبيث ليس بمعنى خبيث أنه يجب أن نتوجيهها بالتجار ولكن هناك يرى فيها قوة قادرة على تحويل الجماهير ومن ثم قادرة على بناء فكر لهوتي ومن ثم هذا الفكر لهوتي يعني هو قادر على اقتناص اللقطة يعني هو استطاع أن يقتنص لقطة الطاقة طبعاً سؤال التصوف هل هو التصوف بهذا المفهوم لفراس السواح الانتصار للتدائم الفردي ألا يعد هو نقاء الدين العفوي في بكارته الأولى؟ هو من هو المتصوف والذي يتشبع بكل القيام الدينية وتصبح لديه مثل الانتربولوجي نظرة فوقية للدين ويلاحظ خريطة الأديان في العالم فيفقد شيئاً من براءة الاختراع كما يقول بالنسبة للأديان الأديان كلها عندها هذه الشراكة وهذا الخوف وهذه القدوسية وبالتالي يصبح قلبه قابل كما يقول ابن عربي لذلك الاختلاف وهذه نقطة القوة ربما في التصوف له نقاط أخرى قوية ولا نقاط أقل أضعف يعني ولكن الحلقة التي أراها قوية هي هذه العلاقة العمودية ناتجة من تجربة وكذلك ناتجة من معرفة من تأمل لأن المتصوف ومتأمل يمر بمراحل كثيرة يشتيح الوجود عنده هالإحساس يرفع من الجانب الروحاني فيه على حساب المادة كل هذه المفردات تجعل منه وتجعل نطقة ابن عربي لما قال بأن قلبه صار قابلا كل صورة فمرعا لغزلان وديرا لرهبان وبيتا لأوثان وقعبة طائف والواحي توراة ومصحة في القرآن ذكر الأدية لكلها جمحة في أبياد وهذا ما جعل كذلك الحلاج يقول على دين الصليبي يكون موتي ولا البطحة أريد ولا المدينة هذه أمثلة فقط من أمثلة كثيرة التي تدل على انفتاح قلوب المتصوفة على المعرفة الدينية وعندهم ما يعبر عنه ليعجب أو لا يعجب البعض وحدة الأديان ومن قلوبه وحدة الأديان جليل دين الرومي معناتها كان يدعو لذلك كان يدعو إلى وحدة الأديان أو النظرة الفوقية لكل الأديان في سيرها بحيث يفقد التعصب ويفقد الأيديولوجيا المقيتة الملقاتلة برغم هذا اللطف والجمال لماذا كان رد الفعل القاسي جدا لدرجة أننا حتى وقت قريب كان الناس عايزة تحرق كتب ابن عربي صلب الحلاج الذي قال هذا الكلام لماذا كان هذا الصدام إذا كان التدين الفردي في النقاء أو في الصورة التي تشرحيها طبعا هو تقبل هذا من المجموعات المتدينة ومن الأديان في تشكولاتها نحن الدين مدارس كل دين من الأديان المسيحية مدارس والإسلام كذلك فرق ومدارس ونظرة هناك السلفية هناك الإنزيح المفهوم للفظة السلف والصالح هناك كل الفرق الإسلامية التي شهدتها هناك التصوف وهو الشعبة من هذه الشعب بحيث يمكن أن يلاقي أو يتقاطع مع مسائل أخرى مع الإحسان مثلا في الإسلام وممكن أن لا يتقاطع معها فمن يدعو إلى الهوية الدينية المغلقة طبعا مثل هذا الكلام لا يروق له أريد أن نعود لفرس السواح الدكتورة أخذتنا في التصوف يعني التصوف الجديد فرس السواح بدي يعود إلى اللقاء الأول الشعوري ما بين الوجدان وبين القوة الطبيعية خلنا نسميها أو الخارج الطبيعة ولكن في رس السواح ما عندها بقول يعني معاينة فردية للدين ما بتحدث عن الأديان اليوم كان يتحدث عن الأديان اللي بنسميها البداعية بحيث أنه كان الفرد حسب رأيه اتصال بقوة أو محاولة اتصال بقوة خارج ذاته هذه القوة الخارج ذاته كان بعتبرها تصوف بحثا عن قوة أخرى لا تتوفر في ذاته هذا المعنى الجنيني لكلام فرس السواح لسه الكلام بتحدثوا الدكتورة هو متطور جدا من الأديان الجديدة أو الأديان الإبراهيمية ولكن في رس السواح بحكي عن الفرد الأول أو الأجموة الأفراد الأولى كيف عاينوا الدين عاينوا الدين ببساطة يعني أنهم دخلوا لذاتهم وشافوا شو مهمة جدا النقطة اللي قالها الدكتور جورج أن لا ننظر إلى هؤلاء من نسميهم بدائيين نظرة السخرية أو نظرة استخفاف أو نظرة دونية الحقيقة كان عندهم إحساس شديد وإيمان شديد جدا فمسألة السخرية واللي بتطلع في السينما والكلام ده بالنسبة لهؤلاء الذين اعتنقونا ما نسميه الأديان البدائية أعتقدوا جريمة في حق هؤلاء وجريمة في حق عقولنا نحن بعد الفاصل مصطلح آخر لفراس السواح نحاول أن نشرحه الدين والمعتقد بعد الفاصل عدنا ويتفكرون وفراس السواح ومع ضيفية دكتورة سارة الجويني حفيز من تونس ودكتور جورج الفار من الأردن وكنا قبل الفاصل قلنا على الدين والمعتقد يعني بالنسبة لكثيرين ممكن ما يلاقوش فرق لكن هل هناك فرق وضحه في رأس السواح بين الدين والمعتقد هو في رأس السواح نقطة قوته هو أنه نبش في هذه المعتقدات المعتقد لا شك أنه له تطبيقاته لا يقف عند مجرد المعتقد لابد أن نجد له تطبيقاته طرقه التي يصل بها أو يتمظهر من خلالها ذلك فأنا لا أجد فرقا كبيرا بين المعتقد والشعيرة والطقس في رأس السواح كان استطاع أن يقرأ خريطة الأفكار هذه التي تحدثت عنها ونبش في الأرضية واتحدث حتى في بعض كلامه عن مسح الأرض يعني لما مسح الأرض وقرأ في الشعيرة وقرأ في المعتقد وقرأ في الجدارية وقرأ في المخطوطة إذن كل هذه المفردات هي المكونة للدين والشعائر لأن واسط الدين أنا أعتبر أن الدين هي الكلمة كبيرة هي التي تجمع تحتها كل ما يمكن التقوس والشعائر والتمثلات يعني كلمة الدين هي أوسع من الطقس أو من الشعيرة التدين بصفة عامة كل دين له تقوسه وشعائره وعندما نقوم بمقارنة الأديان مقارنة الأديان يتحدث عليها الدكتور في رأس السواح عندما نقوم بمقارنة الأديان حتى بين الدينات الكتابية وغير الكتابية نجد تقاطعات كبرى هذه التقاطعات تعود إلي شيء هل تعود إلى أن الإنسانية تتواطأ فيما بينها للوصول إلى بعض النتائج أم أنها تعود إلى قوافل التجارة واتصال الفعلي بين الحضارات أنه أخذ بعضها عن بعض وتأثر بعضها ببعض وأضاف بعضها لبعض أو قطع بعضها ما بعض عندما نأخذ الإسلام ك الدين الأخير السماوي ما هو موقفه من الدين بصفة عامة؟ هو إما أن يقطع مع عبادات سابقة وشعائر سابقة أو أنه يسكت عنها برحلة أو أنه يطورها أو أنه يصححها وبالتالي فلفظة الدين هي لفظة أوسع من كل الشعائر والتطبيقات التي تظهر بعد ذلك الأستاذ فرس السواح أكيد لم يكن متصوفا لا أعتبر أنه متصوف ولكن النهج العبادة هذه العمودية وأنه يبحث عن إلهي ربما أو عاش بعض التجارب لا يصح أن نقول فيه أنه تصوف نحن قبل أن تحدثنا عن التصوف بصفة عامة الدين والمعتقد أيضا؟ أنا كما فهمته من فرس السواح أنه يدعو ما ذاك الشعور الداخلي ومن ثم ذاك الشعور بالطاقة الكونية أتقبل أن شخصاً لله سمى دين ولكن المعتقد بالنسبة له هو مجموعة الأفكار التي تكونت ومن ثم صار هناك ما يسمى بقانون إيمان حدث ذلك للمسيحية في مجمع نيقيا قيل أنه هذا هو قانون الإيمان ومن لا يؤمن بهاي المعتقدات فهو خارج الملة المسيحية والإسلام لم يحدد من هو المسلم حقيقة وبدقة إلا مع ابن تيمية وابن تيمية عرف من هو المسلم ومن هو خارج الملة وأخرج كثيرون من الملة لأنهم لا يعتقدون بكذا بالنسبة لفراس سواح الدين ليس كذلك الدين هو ذاك الأفق المفتوح والتعددي وقبول بالآخر وأن هناك دين لهذه الجماعة تقبل عندهم إلههم وتقبل بإله الجماعة الأخرى والجماعة الثالثة تقبل ويمكن أن يكون هذول المجموعة الذين يقبلوا كل واحد لديه إله هناك إله مشترك بينهم ويمكن أن جماعة تتبنى إله جماعة أخرى أو آلهة جماعة أخرى فبالنسبة له لم تكن ذاك الحواجز الصارم المقيتة بين شخص وآخر الإنسان الأول كان مشاعي الدين كان مشاعي الدين ولم يحتكر إلهه احتكار الإله صار عندما شخص هذا الإله أطلق عليه اسم شخص وعطي صفات شخص قبل ذلك لم يكن هذا الموضوع مشخص الإله لم يكن مشخصا ولم يكن تمتلك جماعة كان يمكن أن يكون مشاعا أو مشتركا بين جماعات مختلفة وتقبل حتى بتلك الجماعات عندما كونت مجموعة المعتقدات هي ما يسمى بقانون الإيمان وفصل الآخرون عن هذا المعتقد أو قيل من هو المسلم أو من هو المسيح ومن هو غير المسلم أو من هو من هو الزندق ومن هو الكافر هنا بدأت الديانات تبني أصوار حول ذاتها ولا تقبل بالتعددية ولا تقبل المختلف عنها هذا اللي أنا كما رأيته في فراث سوا إحنا برضو عايزين نحل مسألة ليه أغلبنا من المسلمين عندما يزورون الهند مثلا أو يتفرجوا يصنعوا فيلم عن العصر ما نسميه العصر الجاهلي يبدأوا دائما بدونية هؤلاء يعني ييجي مثلا واحد يقولك ده الهند بيعبودوا البقرة أو الجاهليين بيعبودوا الأحجار إزاي نحل في عصر العلم والتكنولوجيا الرهيبة دي إزاي نتسامح فكريا مع اللي أنا بسميهم دول اللي هو الهندوسي واللي حاطت حجر بالنسبة مشخص أو يعني نبات أو إلى ذلك أو مظاهر طبيعية إلى آخر كل هذه الأشياء نحلها إزاي؟ أرض الهند هي أرض غنية جدا بالنسبة لديريسي الأجين والمعتقدات وديريسي الأنتروبولوجيا ليس أجمل منها مكان يعني أنك تتأمل في هذه المعتقدات جميعا كيف تقاطعت المشكلة هنا هو أنه حدث الساعة الفترة الزمنية لأنه الهند في أي زمن نحن نتحدث حتى في هذه الحلقة في أي زمن قبل التاريخ في التاريخ في كتبات في رأس السواح الهند هي غنية طبعا بهذه المعتقدات وكانت عندها نوع من التسامح اليوم البوذية اللي هي ترتيبها الثالثة يبدو في العالم يعني من حيث الإشعاع تتبنى بعض الفلسفات لأن هذه الديانات هي فلسفات أكثر منها فلسفات حول الإنسان حول التأمل حول الزمن حقبة الزمن وخاصة حزمة الزمن التي أرى أنها مهمة جدا في تحديد هذه المواصفات الزمن البوذي مثلا هو زمن دائري لذلك يؤمنوا بتناسق الأرواح يعني عندما تطرحوا السؤال أنت لماذا يؤمنوا هؤلاء بتناسق الأرواح وتجدوا ربما الأجوبة المحتملة في تلك الفلسفة الدينية التي يتبنونها والتي أحدثت الأوبانشيدات واليوم سهل أننا نصل إلى هذه النصوص فلسف صويح قرأ في هذه النصوص وفكك بعضها وتكلم عن الأديان الكتابية وغير الكتابية عادة عين الأنتروبولوجي هي عين تحترم كيفة المعتقدات في العالم دي مهمة حيادية تحترم لأنها أولا تترك وهي تبحث تترك معتقدها كما يقول الأنتروبولوجي في السقيفة تتركه جانبا ثم تنظر وتفكر مع هؤلاء المتدينين كما يفكرون وكما يرون وتحاول أن تفهم تدخل في عقولهم وتفهم أسئلتهم وماذا أرادوا أن يقولوا من خلال ذلك لذلك لا أظن أن فما أنتروبولوجي حقيقي في العالم ولا دارس لفلسفة الدين بصفة عامة لا يحترموا هذه المعتقدات ولا يتكلموا عنها باحترام شديد على رغم من اختلافه مريد أن نستعير عين الباحث عايز حضرك تعقيب على دي نعم لأنه أجد حال بعد الخلاف مع الدكتور معاك خلاف صار الخلاف معاك كلمة تسامح التسامح كأنه قيمة أخلاقية هي ليست كأنه القوي يتسامح وأن العقل يقبل بالاختلاف لماذا نقبل بالاختلاف في الطبيعة لماذا نقبل بالاختلاف في الجنس البشري في اللون في الجنس بكل أنواع الاختلافات وعندما نصل إلى موضوع الاختلافات الدينية أو الطائفية هو من طائفة أخرى أو من دين آخر وكأني أنا أتسامح معه وبقبله أهله سهلة تعال معانا لأنه أنت محترم وانت بدائما عليش معتقدات لا ليس الموضوع وكذلك الموضوع يجب أن نخرج من عقلية أنا نمسكه الحقيقة لوحدنا احتكار هذا احتكار الحقيقة وأنه الآخرين على أطراف الحقيقة أو هم من خارج الحقيقة لسنا لا نملك الحقيقة التسامح فضيلة عقلية العقل يقبل بالتعددية العقل يقبل بالتعددية في الطبيعة وفي الأشيائي وفي الكوني أيضا فعليه أن يقبل بتعددية الإنسان بكل وجوهها اللون والجنس والجندر وكل كل أنواع هاي التعددية في الإنسان ولا يعني بلاش لا نحتاج النظرة الفوقية المتعالية على مثل هذه الأشياء زي ما أنا قلت ما فيش لا سخرية ولا أي موقف سلوكي عنيف من مثل هذه الأشياء نقبل بالتعدد نقبل بالتعدد كما قال دكتور جورج لكن في نهاية الحلقة عايز أستفيد بقى في مواجهة التطرف والإرهاب من فراس السواحة فراس السواحة بهذه التقسيمة اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الحلقة الفردية والجماعية والمؤسساتية أي مستوى من دول هو اللي عامل مشكلة في الفكر التطرف في فكر التطرف أو الفكر الإرهابي أنهي مستوى لازم نتعامل هل مؤسسة هل لا أعلم إن كان تمثلا هو مسألة الإرهاب وهو يكتب وكتاباته يعني تعود إلى فترة طويلة من الزمان وقالوا أستاذ أنهي تطور كذلك في كتاباته من بدايتها وغير ربما نسق فكره وكان له ثراء كبير في المراحل هذه الكل هو ليست مسألة الإرهاب مرتبطة بكتابات في رس السواحة فقط ولكن مسألة الإرهاب مرتبطة بفهم الديانات هذا الفهم الذي يقوم على العلوم التي تنظر في تاريخ الأديان فهي تعطيك يستغيك تعطيك الحكاية من بدايتها فتشعرك بنوع من التقبل فهم كما قلت منذ قليل بنظرة فوقية هذه النظرة الفوقية التي لا تتركك بمعنى لماذا متصوفة عندهم هالنظرة الفوقية لماذا الذي يشتغل بفلسفة الدين أو بالانتروبولوجيا أو بتاريخ الأديان أو بمقارنة الأديان عندها نزعة التقبل هذه أكثر من غيره ربما إذن هو بمادته يخدم يخدم المسألة المسألة التقبل والتعددية هو بما يصنعه في هذه المادة بما ينتجه في هذه المادة المتقبل لهذه المادة والقارئ لها والفاهم لها سواء كان ناقداً أو متقبلاً سلباً ولا إجاباً ممكن أن يخفف من ناحية التطرف لأن التطرف لا ينظر إلى الأديان كلاً لا ينظر إلى تاريخ البشرية كلاً لا يقبل ذلك التعدد الفكري لا يعتبر يعني يعتبر أنه صاحب رسالة وأنه هذا وهذه هي الحقيقة المطلقة والأنه الفرق الناجية وليس هناك معناتها نسبية يبتعد على كل النسبيات ويعتبر ذاته أنه معناتها مالك للحقيقة ويجب أن تكون بمثل اليوم العالم لن يتقبل ذلك نستطيع أن نواصل في هذا الطرح كثيراً أنا قلت أن أشكال الإرهاب في العالم تعود إلى إشكالات اقتصادية بالأساس وسياسية أكثر منها الدينية لأن المتدين الحق متدين يعني يحب ذاته ويحب ربه ويحب الإنسان اليوم علم الكلام الجديد مثلاً نحن في بعض المواد تعلم الكلام الجديد خرج من العلاقة العمودية بين الإنسان والله والذية والصفات إلى غير ذلك وبدأ يبحث في الليتيك في الأخلاق في علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالطبيعة هذا التناغم بين الإنسان والإنسان والإنسان والطبيعة على حدود أنهم من مخلوقات الله ومن إبداعه ممكن أن تعطينا الشكل من أشكال تقب آخر سؤال الدكتور جورج الفار ما الذي سيبقى من فراز السواح أنا أرى أنه فراز السواح حقيقة صدم الوعي العربي صدم العقل العربي بقوة وأول من بحث في الميثوس ما هو الجذور الأسطورية تمام وله الحق ولنا الحق أن نفتخر به للحقيقة بكتابه الأول مغامرة العقل الأولى ونحن قرأناه ونحن شباب اكتشفنا عمق قدينا أيضا تلك بملحمة قلقامش وعشتار والرحمن والشيطان وكل هذه الكتب وعاننا إلى هناك البعد الأسطوري في الدين وجاء جاء بالسرديات الكبرى وترجمها من قلقامش وعندما نضعها هذه السرديات الكبرى نجد أنها تسربت الكتب السماوية التي نؤمن بها عادة ولا تضير في ذلك ولكن فراز السواح له حق أن يفخر أنه وعى هذا العقل العربي إلى بعد مهم جدا في أنه تعالوا لندرس الأديان سوية تعالوا لندرس الأسطورة التي تختبئ خلف تلك الأديان والبعد البداي لكل الديانات ومن ثم تعالوا لنتفكر معا تعالوا لنفكر معا هل حقيقة هذا العصاب الذي أصابنا اليوم هو عصاب صحي هو عصاب إنساني أم إنه عصاب تراكمة من مجموعة مستغلين في الدين حولوه إلى طاقة سياسية كما قالت الدكتورة ودعموه بالاقتصاد أو بالبترو بيترو دولار ليكون عدائيا بدل أن يكون مفتوحا بدل أن يكون مجالا للبحث التعددي للقبول كما قالت الدكتورة وهنا أنتهي من خلاف بالاتفاق بدأنا بالخلاف وأنهينا الحلقة بالاتفاق وأخذ من مصطلح من دكتور جورج العصاب مصطلح نفسي أو مصطلح في الطب النفسي وأحيانا في الطب النفسي تنجح الأقراص المهدئة ولكن أحيانا نحتاج إلى الصدمة كما قال دكتور جورج وكما قال الدكتورة سارة صدمة الوعي العربي مطلوبة جدا لأنها في الطب النفسي تعالج الإزدواجية والأسكيزوفرينيا وأيضا في فكرنا هناك إزدواجية لابد أن تعالج بالصدمة الشكر الجزيل للدكتورة سارة الجويني حفيز من تونس شكرا جزيلا وللدكتور جورج الفار شكرا جزيلا ويتفكرون وسؤال جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر